السلام عليكم ورحمة الله، هذا الحسين ربايح يقوم من جديد فأقدر سوف أشرح كيف تتقل بين نافذة أخرى في كوندي كانت هذه النافذة وجدت فيها الزر اسمه بوتون هذا البوتون عندما تضغط عليه هي المفروض ينقلك إلى نافذة أخرى إذا أكد وجد كوندي هذا البوتون يضع ينقلك نافذة أخرى إذا كده موجود نافذة أخرى في البداية فأنا نقل له Add ونقل له Windows Form وأعطيها أي اسم لأكون هي اسمها Form 2 إذن الآن كيف أعرض Form 2 من Form 1 أضغط دابة أكتب Form 2 أعمل نونستانس من ذلك أعمل نونستانس من ذلك لكن لأني لا أستطيع أن أعمل مباشرة أن أصل لها إذا كده نعمل نونستانس من Form 2 ونقل له MF.show إذن هذا سوف يظهر لي النافذة الثانية التي هي Form 2 إذن أضغط OK سوف يعرض لي Form النافذة الثانية لأنا الأول عملت نونستانس من النافذة الثانية والثانية استدعيت Show انظر هذه Form الثانية ظهرت الآن الفكرة بالموضوع أنا أريد عندما فقط أمر أن أضغط على النافذة الثانية الثانية هو يعمل لي بإخبائها إذن إجاد نقطتين الأولى أنا أريد عندما أضغط على النافذة الثانية الثانية النافذة تظهر الثانية تظهر في أعلى أقصر يسار في الأعلى إذا كنت أذهب للبروبرتيز وتحكم بها من هنا هنا يقول لك مثلا Windows Style ترسل ملء الشاشة أو منيمايز وهنا يقول لك Windows Cross وهنا يقول لك Windows Position أين يكون مركز ظهورها للنافذة فأقول لك أنا تظهر مثلا في Center of Screen نعم Center of Screen إذن هذه النافذة سوف تظهر في المنتصف الشاشة عندما تعمل وعندما يمر الموس عليها تختفي لذلك أقول لك أبحث عن الآن الحدث اسمه Mouse Move هناك حرفة بجدية ABCD هناك ماوس Mouse Move يعني عندما يتحرك الموس عندما يتحرك الموس على الشاشة أقول له me أو this كما قلنا this بمعنى هو this.hide إذن الآن دعني ينفذ هذا فورم واحد عندما أضغط على البوتون سوف يبتع لي فورم ثانية انظر فتحت وظهرت في منتصف الشاشة لماذا لأن قلنا لها المركز هو Center Screen عندما الآن أمر الموس عليها سوف تختفي انظر اختفت لماذا؟ لأننا كتبنا حدث اسمه إنها في الحدث Mouse Move اختفية نافذة فماذا يتنفذ ما هو اسمه؟ تختفي النافذة طبعا هناك بعض الأمور الأخرى يجب أن أعرفك على الفورم التي هي منها كما قلت لك هذه البوستشن الخاص بالفورم هنا الوضع يعني كيف تقولها maximize ترس الشاشة عندما تظهر أو منيماسي عندما أفتح النافذة تظهر ملء الشاشة إذن maximize بمعنى أنه النافذة ملء الشاشة انظر ملء الشاشة تظهر النافذة أول طفل الخاصة طبعا كثير من البروبرتيز الخاصة بالEvent أنت فقط اطلع لها من هنا ونفذها وارا النتائج الخاصة بمثل فونت سايز وغيرها والكثير والبيدينغ والكثير من الأمور التي سوف تتعامل معها لا تقفل درس أخرى بتفاصيل أكثر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر